في لعبين ينتقدوا دائما في النازل الزمالك يعني حمزة المسلوسي محمود علاء أحيان محمد عبدالغاني الأسماء دي اللي بتنتقد على طول بس السيف الجزيلي تقريبا من سبب ما نجع من كاس الأهم الأفريقية هو مش مش هو سيف الجزيلي ملاحظ سيف النهاردة ممكن الحسنة الوحيدة لضربة الجزيلي صحية طبعا فنيا مواقع جدا جدا من بعد كاس الأهم مع انه هو في كاس الأهم كان هو هداف البطول صحية بس هو برضو فارق معناه الزمال جدا ان انت عمر وسيف بس انت هم الاتنين دولة بتحرك فيهم لما السترايكر الاتنين يبقى عندك مفيش يعني مفيش قوة في الملعب الموضوع بيبقى صعب شوية وانت دا اللي بتشوفه دلوقتي سيف السنة اللي فاتت كان قوة كبيرة جدا مع بن شارقي الاتنين كانوا في كمة مستوى يعني محاج بوقفهم طب أنا كنت سالسر للنفسي بس انت هتقول للرأي الفني الأفضل لو سيف مش في مستوى ولو عمر السعيد مش في مستوى ما تبدأ تغير بقى يعني يبدأ حط أوباما لعب المركز دا يعني أولا عشب بن شارق لعب المركز دا بالزبط فما يبدأ غير حتى في طريقة التشكيل يعني بالزبط هو النهاردة طلع قوناج مبارا للسكور يعني كان ممكن يعني لو الموضوع هيفضل كده او مفيش خلاص يعني ممكن سيف معرفش في دماءه ايه بس هو فنيا برضو مش في مستوى ممكن أرشب يلعبها يلعب يلعب سترايكر وتستفد بحد ناحية اليمين او ناحية الشمال ويبقى حد قاعد برضو يعني متهالس ايف لو قاعد شوية ممكن يبقى دا دا فعلية يعني طول ما هو بيلعب ومستوى وحش يعني هتبقى مشكلة طبعا فممكن تدي أشرف أشرف النهاردة ما كانش مش أشرف بنشاهل يتبع السنة اللي فاتت لكن ما كانش وحش النهاردة بس النهاردة بس يعني شايف ان أشرف مستوى قليل النهاردة بس ولا? لأ انا شايف النهاردة يعني اللي هو. النهاردة بدأ يتحسن. اه لأ بيحاول مش هو ارشف بن شاري طبعا. لسه مجيش. مش هو نص مستوى ارشف بن شاري. بس انا بقول لك بيحاول يعني بيرجع يدفع اخر عشرين ديئة. مم. بيرجع يجيب الكورة ويعني عايز عايز يقول انا موجود يعني. فانا بقول لك يعني هو ارشف مش زي السنة الفادت طبعا. بس ابتدى يعني ابتدى من النهاردة. لكن هو طبعا المرشادة الفاد زي زيف.